بما ان احنا بنتكلم على وعدية افريقيا في ظل اقتصاد اخضر وانطاج الطاقة الخضراء وما الى ذلك مصر جزء لا يتجزأ من هذه القرى العظيمة فبيبقى جيد جدا عندما ترى انه مصر ترى بل وتتأكد وتسمع وتقرأ مصر تحتل المركز الاول عربيا وافريقيا في قائمة اكثر الدول جذبا للاستثمارات الاجنبية تحديدا في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة اجمالية بلغت 46 مليار دولار على مدار 7 سنين فاتت طيب فين المركز التاني المركز التاني شقيقتنا المغرب المطلع على المحيط الاطلانطي طبعا دي مجمع الطاقة الشمسية بتاع بنبان اللي هو واحد من اكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم اللي موجودة عندنا طبعا في محافظة اسوان تاني انا بقول ايه واحد من اكبر المجمعات او مجمعات الطاقة الشمسية اللي موجودة في العالم بنبان اسوان فلما تيجي تشوف المغرب حجم الاستثمارات اللي فيها تقريبا حوالي 30 مليار دولار في مسألة الطاقة الخضراء مصر 46 مليار دولار في 7 سنين ده الجذب الاستثماري في قطاع واحد بس اسم الطاقة الخضراء طيب عايز اخدك على نقطة مهمة حتى لا تستهين بمسألة الطاقة الخضراء الطاقة الخضراء هي البترول شو بقى البترول ده هو اساس الطاقة في العالم حتى اللحظة اللي انا وانت بكلمك فيها دي حتى هذه اللحظة جميل كل دول العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى بعت لها بترول سواء اذا كانوا في الشمال الاوروبي سواء اذا كانوا اصدقاءنا واشقاءنا في الخليج او مثلا في ليبيا او مثلا في الجزائر الى اخره والله يولايات المتحدة الامريكية في نزويل بص كل الدول اللي ربنا انعم عليها بثروات نفطية وغاز طبيعي شوف هم قدروا يستثمروا ازاي شوفوا هم هذا او هذه المنحة الطبيعية اللي جاية لهم من عند ربنا سبحانه وتعالى قدت الى ازاي قدرت اقتصادياتهم تنهض وما الى ذلك ويعملوا حركة تنموية واسعة دي كانت مرحلة طيب مرحلة تانية بيدخلها العالم لسببين اول سبب هو انه الفترول في النهاية خالص هي مصدر طاقة غير متجدد اصبح العالم بيفكر في ايه في المصاطر المتجددة التي لا تنضب ولا تنتهي بس كده لا العالم قالك لا احنا كمان لازم نفكر في انه هذه المصادر التي لا تنضب ولا تنتهي يجب انها تكون تأثيرها على الكوكب يصل يقترب من التأثير الصفري مفيش حاجة اسمها تأثير صفري عشان برضو نبقى متفقين لكن يقترب من التأثير الصفري فتبقى سبحان الله العظيم مصر ربنا يدلها شمس ورياح تبدأ مصر تستخدم طاقة الرياح وطاقة الشمس فان احنا نشتغل بها على ازاي نقدر نفصل الهايدروجين من الـ H2O لايق المية عشان ياخد الهايدروجين وطلع هيدروجين اخضر وامونيا خضرة دي طاقة المستقبل العالم كله عايز ده طيب من اكتر الدول اللي في العالم من اكتر تقول لك شاحمان ايمر واحد من اكتر الدول اللي في العالم اللي طبيعتها مؤهلة لده نتيجة سواء ازا كان حقول الرياح اللي موجودة فيها او حقول نقدر ناخد منها الطاقة شمسية زي ما بتتكلم مثلا على بمبان وفي اماكن اخرى علشان اخدها وروح داخل فصل الهايدروجين عن بقية المركب بتاع المية افصل الاكسوجين عن الهايدروجين ده استخدامه وده استخدامه وبعد كده المية دي قدر اشتغل عليها تحلية واستخدمها اكضا في الري واستخداماتي المائية الى اخره فانت عمليا ربنا ادالك منحة الهية مشروطة بدا فربنا ادالنا اصلا منحة اسمها ده فهذا الاقتصاد او هذه الطاقة الخضراء تاخدك وتحلق في السماء اسرع من الساروخ انا قلتلك رقم ستة واربعين مليار في سبع سنين ده ايه ده ده اول الغيث قطرة صبرا